بعد مشاركته الأخيرة في مؤتمر التعاون والشراكة ببغداد زال الرئيس الفرنسي ماكرون كنيسة الساعة في مدينة الموصل واستمع من مطران الموصل داود متة إلى شرح عن وحشية وجرائم داعش في العراق وقصة تدميره لهذه الكنيسة التي يعود تاريخ بنائها لألف عام حيث لا زالت الكنيسة تعاني دماراً واسعاً بعد سنوات من معارك دحر تنظيم داعش إضافة إلى حرقه لمخطوطات تراثية تعود للقرون الأولى الميلادية وقال ماكرون خلال وجوده في الكنيسة إن بلاده ستبقي وجوداً لها في العراق لمكافحة الإرهاب داعياً للمسيحيين إلى الصمود والثبات في أوطانهم هذا وتعمل اليونسكو حالياً على إعادة إعمار كنيسة الساعة كجزء من مشروع إعادة الحياة إلى الموصل